بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج ما هو الإسلوب الذي يتخذه زوجك معك في الكلام؟ هل هو الاحترام أم الإهانة؟ هل هو التقدير أم الاستخفاف؟ هل هو الاستماع إليك أم مجرد بأنه يستمع لك وهو مشغول بهاتفه النقال مع الأسف الشديد نجد أن بعض الأزواج يتكلم مع زوجته بإسلوب خشن حاد جدا مع احترامات إسلوب مستفز ويدل على عدم أخلاقه وإذا وصل الأمر بأن زوجته ترد عليه بنفس الإسلوب أو يعلو صوتها قليلا وإذا به يقول لها لقد خرجت حقيقتك هس أنت طلعت عفوا هس أنت الآن طلعت على حقيقتك أنت لا متدينة ولا ملتزمة ولا مترابية وأخلاقك مشي وهس هي هاي حقيقتك لسانش طويل وصوتك عالي وكذا يعني المشكلة بأنه يقوم باستفزازها بشكل مطبيعي وما يخلص هذا الاستفزاز دقيقة دقيقتين عشر دقائق ربع ساعة يستفزها وإذا ما ردت عليه بكلمة فأورن قال له ها هي حقيقتك وأنت كذابة وأنت أخلاق ما عندي وأنت تصنعين وتمثلين الأخلاق إلى غير ذلك فمع الأسف هذا الإسلوب الذي يتخذه الزوج مع زوجته لا يدل أبدا على أنه كريم كما قال الإمام الحسن عليه السلام زوجها من كريم فإن كرهها لا يظلمها وإن أحبها أكرمها فهي وإن كرهتها من موقف ما أو كرهت بعض تصرفات عليك أن لا تظلمها بهذه الصورة من حق المرأة لا تصح بوجهها من حق المرأة لا تقبح لها وجها من حق المرأة بأن لا تتجاوز على كرامتها من حق المرأة أن تداريها بكل حال وعلى كل حال من حق المرأة أن تغفر لها إذا جهلت نحن نتكلم عن حقوق سوف تطالبك الزوجة يوم القيام بها يوم يفر المرأة من زوجته ومن أمه وأبيه وأخته وأخيه وبنيه لا غير ذلك في مضامين الآيات فمع الأسف الشديد نجد أن كثير من الأزواج لهم اسلوب مستفز وطريقة مستفزة مع الزوجة يجعلها كم هي تحمل من الهدوء يذهب هذا الهدوء كله وتكون منفعلة على طوال اليوم تكون عصبية على طوال اليوم كم هي شايلة عقل كم هي شايلة اتزان بتصرفها يبعدل هذا العقل ويبعدل هذا الاتزان وخليها تقريبا تصرفاتك المخبولة مع الأسف الشديد إذن كيف هو تصرف واسلوب يعني زوجك معك هل هو اسلوب الاحترام والتقدير أم الاسلوب الإهانة والاستفزاز الذي يؤدي دائما إلى يعني فوران الدم غليان الدم ويذهب العقل وارتفاع الصوت ويأتي ويقول أخيرا لقد خرجت على حقيقتك ها هي أخلاقك وها هي تربيتك وأهلش ما مربينش مع الأسف لا يلوم نفسه كيف يستفس هناك نقطة يعني جدا مهمة جدا جدا مهمة أيها الزوج إذا كان هناك شيء في زوجتك لا يعجبك عليك أن ماذا كما يقول علماؤنا العلام إما أن تتركه ما دام أنه لا يمس البيت والسمعة والشرف لغير ذلك هذه هي طبيعتها هذه هي طبيعة كما أن لك بعض الأمور وفيك بعض الأشياء التي لا يطيقها الآخرون وأنت مستمر عليها وغير مستعد أن تتنازل عنها ولا تحاول أن تتنازل عنها مسألة قبول الآخر شيء جدا ضروري ليس هناك شخص يعني فيه كمال مئة بالمئة ومعصوم مئة بالمئة لا بد أن يكون فيها طبع من بعض الطباع أنت لا يعجبك فماذا تفعل؟ هذا الطبع تركه لا تقوم بمحاولة أن تأخدشه أن تتقرب منه فتفقد كل البركة تخرج من الجنة يعني بمعنى يعني لا تقرب هذه الشجرة آدم عليه السلام ترك كل نعيم الجنة واقترب من الشجرة والنتيجة والنتيجة أنه خرج من الجنة بأكملها خسر النعيم بأكمله أنت كذلك إذا زوجتك تحمل الكثير من الطباع الحلوى والجميلة لا تقترب يعني عند هذا الطبع عند هذا الطبع الذي لا يعجبك منها لا تقترب فإنك إذا اقتربت من هذا الطبع ولمسته واذيتها ربما أنت سوف تخسر الطباع الجيدة التي فيها كلها وتخرج من جنة حبها لك واحترامها لك وتقديرها لك وأنت يعني الزوجة كذلك زوجك فيه الطبع لا تقترب من هذه الشجرة الجنة لك كلها مباحة هاي الطبع فيه يعني ليس هناك إنسان كامل أبدا فما هو أسلوب زوجك معك في التعامل هل هو أسلوب الاحترام والتقدير أم الإهانة مع الأسف وليس هزاء في العام الأغلب برنامج الصباحات ولا أيها من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام اشتركوا في القناة